السلام عليكم في الحقيقة أنا جاء النهاردة عشان أتكلم عن مخاطر نقل الدم الدم يا جماعة له مخاطر كبيرة جدا أثناء نقله في الأسف في بعض المستشفيات ما بتتخذش الحظر في قواعد السلامة والصحة المهنية في نقل الدم يعني أحد الأطباء بيذكر أن كان في مريضة أخذت دم والمهم بعد نقل الدم كان عندها ثلاثمية والهجلون بتاعها كان قليل شوية وكانت بتحس بعرض نقص الدم بعد ما عملت التحليل قرروا أنهم يدوها دم ولكن بعد ما أخذت الدم حالتها الصحية تدهورت تدهورت جدا واضطرت تدخل العناية المركزة فطبعا ده رجع بالتأكيد إن هي كانت أكيد إما خلت الدم ملوس أو غير نظيف أو مش معموله الفحوصات الكافية أو اللازمة فلازم إن إحنا لما ننقل الدم ننقل فيه أماكن متخصصة أو أماكن مختصة لنقل الدم ويكون تحت إشراف طبي وتمريدي كويس جدا ويكون عارف وبيعمل إيه وبينفذ إزاي ده بالنسبة لنقطة نقل الدم النقطة الثانية اللي عايزة نوح عليها هي التأكد من بيانات المريض اللي هيخد الدم كان فيه إحدى المستشفيات اللي كنت شغال فيها كان فيه اتنين مرضى في استقبال المستشفى مريض محتاج عناية مركزة والمريض الثاني محتاج نقل دم وللأسف الاثنين مرضى كانوا متشبهين في الأسماء وليكن محمد أحمد إبراهيم ومحمد إبراهيم أحمد فجت المستشفى ده كان العمال هما اللي بيطلعوا الحالات للإسام علشان يسلموها للطمريض المسؤول فجت العاملة قالت محمد إبراهيم أحمد فالمهم بدل محمد إبراهيم أحمد ده اللي محتاج عناية مركزة فبدل ما تاخد محمد إبراهيم أحمد محتاج عناية مركزة فاخدته والمريض الثاني محتاج عناية مركزة فاخدت اللي محتاج عناية مركزة وطلعته فوق اللي هو القسم المختص بنقل الدم وأثناء التعامل جت الممرضة المسؤولة للأسف الشريط فالريلاتيفز أو المرافق اللي مع المريض بقول لها يا ميس والدي مش محتاج نقل دم فجت الممرضة قايت له أنا عارفة شغلي كويس كالعادة أنا عارفة شغلي كويس ودي طبعا حاجة غير أخلاقية المفروض إن أي معلومة بيقولها لي المريض أو الريلاتيفز أو مرافق المريض لازم باهتم بها كويس جدا ولازم أرجعها وأكد عليها قايت له لو سمحت ما تتكلمش أنا عارفة شغلي كويس جدا وبالفعل بدأت الممرضة تنقل الدم بتاع المريض الغلط لمريض الثاني اللي مش محتاج أصلا نقل دم ومع أول الخمس دقايق بدأ المريض يحس بضيق في النفس شديد وش بدأ يبقى صيانوزد بتقس الضغط لقت الضغط فوق 200 على 140 لقت العالمات الحيوية كلها فها مشاكل كبيرة جدا فبلغت الطبيب فجي في الحال والمريض نزل العناية المركزة وكده كده كان محتاج أنها مركزة فنزل العناية المركزة ولكن للأسف المريض تضهور ويتوفر وحصل فيها مشاكل كبيرة جدا فالرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء نحن ننتبه كويس قوي قبل ما ننقل الدم لأي عيان لازم تتأكد من الفصيلة بتاعة البيشانت الفصيلة بتاعة العيان لازم تتأكد ان هو معمول له التوافق لازم تتأكد من اسم المريض وسنه والبيانات بتاعته كلها تكون واضحة ومكتوبة على كيس نقل الدم على الليفلت اللي تبقى موجودة على الكيس لازم أقيس العلامات الحيوية كلها قبل نقل الدم لو المريض درجة حرارته مرتفعة لو المريض فيه مشاكل في النبض فيه مشاكل في الاكسوجين فيه مشاكل في اي حاجة بعمل نوتفاينج للدكتور اللي معايا ببلغ الطبيب ان فيه مشكلة في العلامات الحيوية بتاعة المريض وببتدي اشوف المريض لو قال لي يدي خفضات حرارة حط المريض على الاكسوجين اشوف الوردرز المطلوبة بالزبط وببتدي انفزها فنقل الدم يا جماعة ليه مخطر كبيرة جدا 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 اتمنى يكون اللي بني الدم يكون فاهم يكون متخصص يكون عارف وبيعمل ايه يكون واعي لكل حاجة بخطوات نقل الدم بحيث ان احنا ما ندخلش المريض بتاعنا في اي مشاكل وناخد اي رسك اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو وما تنساش تدعمني لايك وشير وكومنت واشتراك في القناة واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته